السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا حبيبات؟ تسألوا الله أنت كن بخير وعافية أنتنا وأبناءكن لطالما حذرت من الألعاب الإلكترونية لطالما حذرت وقلت لكم إياك أن يبقى أولادك أمام الأجهزة الإلكترونية بالساعات وأنت لا تعلمين ماذا يفعلون ستقولين لي يا أستاذة ماذا نصنع وقت الفراغ؟ أنا أعطيهم فقط نصف ساعة أنا أعطيهم ساعة يعني إلى هذه الدرجة أولادنا ليسوا مهمين بالنسبة لنا من الأشياء التي انتشرت في الفترة الأخيرة وانتشرت منذ ظهور هذه اللعبة أنه يستطيع الأطفال أن يلعبوا ألعابا ويدردشوا ويتكلموا مع الغربة أنت تلعب يا الله ماذا تلعب؟ والله أنا أدردش أنا صديقي من هذا صديقك؟ والله تعرفت عليه من اللعبة أو أنا أتكلم أنا وفلانة من فلانة؟ والله تعرفت عليها من اللعبة طبعا هذه ليست أول مرة تحدث مثل هذه الجرائم كم يا جرائم حدثت أن يدخل رجل بالغ أو يدخل رجل مريض نفسي أو يدخل شخص عنده أمراض نفسية فيتعرف على الأطفال يأمرهم بالسرقة يأمرهم بفعل جرائم يعتدي عليهم بالألفاظ بذيئة يعتدي عليهم جنسيا يحاول ابتزازهم بأي طريقة هذه المجرمة امرأة ستة وثلاثين سنة يعني المفروض أنها أم دخلت على هذه اللعبة لتلعب فإذا بها تتعرف على فتاة وتبحث عن طفلة معينة لعلها كان بينها هي والأسرة مشاكل فأحبت أن تنتقم تخيلوا هذا وبينها وبين الأسرة مشاكل وكم يا ناس يدخلوا يكلموا مع عيالنا وإحنا أخلي ابني لعب ساعتين ثلاثة أش بتلعب روبلاكس أش تلعب الحوت الأزرق أش تلعب أدردش لما تدردش أنت والغرباء لما تلعب لعبة تضيع وقتك ليس فيها من الفائدة شيء احذرين يا بنات ويا أخوات على أولادكم المم تعرفت على هذه الطفلة وبدأت تدردش معها وكسبت مودتها ومحبتها ثم أخبرتها أنها تحبها جدا وتريد منها طلبا ولا بد أن تنفذه ما هو هذا الطلب أن تأخذ أخوك الصغير الذي عمره شهرين أبوك وأمك يحبانه أكثر منك البنت عمرها عشر سنين يعني ليست طفلة صغيرة تعتبر طفلة لكنها واعية وفهمة فأخذيه وسأخبرك كيف تفعلين وعلمتها إما أن تصبي عليه ماء إما أن تسقطيه إما أم وإما أن فاختارت الفتاة أن ترميه على البلاط رمتها على البلاط والولد صار عندها انشقاق في الجمجمة سأل الله أن يعافي وأن يشافي كل مريض ومبتلى وأمرتها أيضا أن تقوم بالاعتداء على والديها وهما نائمان طبعا أنا حذفت الكلمات حتى لا يتم إلغاء الفيديو فتقوم بأخذ السكين وتعتدي على والديك وهما نائمان فالحمد لله أن الآباء أدركوا بعد أن أوقعت أخوها الصغير أن الموضوع فيه شيء ما الأمر ماذا حدث صرخت البنت وبكت وأخبرتهم أن هذه المرأة هي التي أمرتها وهي التي هددتها وأن البنت دخل في حالة رعب لماذا؟ لأننا وضعناها أمام الألعاب والأجهزة بالساعتين والثلاث أعرف ناسا والله لما أجتمعنا وأخوات وأشوف الأولاد جالسين وللبنات أش تعمل؟ ألعب روبلاكس ألعب الحوت الأزرق ألعب فورتنايت ألعب كذا لماذا تلعب أنت أتيت خرجت من بيتك؟ لتلعب مع أقرانك اذهب والعب كورة اذهب والعب نام كعبات لعبين عرائس لا جالسين على الأيبادات لدرجة أن ابنتي لأنها ليس لديها أيباد تشعر أنها في عالم مختلف ليش الناس عندهم أيبادات وأنا ليس لدي معقول أنا يعني المختلفة بينهم أصبح صعب أن أنت تخلي أولادك ما في معهم أيبادات لأن بقية الأبناء عندهم أيبادات ماذا ننتظر؟ أنتظر أن يعلموا أبنائي الجرائم أنتظر أن تتعرف ابنتي أو يتعرف ولدي على شخص يفسد عليه دينه وأخلاقه ومستقبله وحياته تقين الله يا أخوات في هذه اللعبة وامنعيها من هواتف أبنائك وامنعيها من الأجهزة دام عادهم صغار ودام أنهم لا يزالوا بين يديك وتستطيع التحكم بهم إذا كبروا لن تستطيع وأعرفوا الشباب يفخرون أنا والله ألعب هذه اللعبة 24 ساعة جلس فوق الكمبيوتر 48 ساعة فرحان بحالك أنك جالس 48 ساعة دون صلاة دون نوم دون أكل صال لهم عالم خاص إذا لم تستطيعي منع الأيباد والهاتف منهم لأنه خلاص قد أصبح إدمان امنعي على الأقل حذري على الأقل وعي على الأقل وطفلك صغير إياكي أن تعطي غلطي مع الكبار ودفتي وديتي لهم أيبادات وهواتف الصغار لا يزال بإمكانك ألا تعطيهم هذه الأجهزة صدقيني سترتاحين كثيرا وستعرفين أن أبنائك أبناء طبيعيين يستطيعون اللعب بالوحل اللعب بالمكارث بالمساند يلعبون بالصحون كيف كنا نلعب ونحن صغار كنا نخرج نلعب بالتراب نلعب بالأحذية نبني بيتا بالأحذية والذي يعني يمشي يأخذ الحذاء ويسقط هذا البناء الذي بنينا كنا نأخذ اللحاف والبطانية ونصنع لنا بيوتا وكل واحد يزور الآخر هكذا لعبنا إحنا وإخواننا التلفاز كان فقط يتولع الساعة خمسة ونشوف حلقة أطفال واحدة والنشرة تأتي بالمنتصف وخلص ولا يعيدنا حلقة الأطفال إلى اليوم الآخر ما كان عندنا وقت لنضيعه أمام التلفاز أو أمام الهاتف أو أمام هذه الأجهزة الغبية التي أضاعت طفولة أبنائنا وأضاعت فرحتهم وأضاعت نمو عقولهم أصبحوا أولادنا بلداء بلدين المشاعر لا يعرفون معنى الأم والأب والأسرة والطعام أصبح لهم عالم خاص فإما أن تحمي نفسك وأبنائك من خطر الغرباء المجرمين الذين سيرون ابنك فريسة سهلة وإما أن تحافظ عليهم وتربيهم وتحفظهم القرآن وتشغلين لهم قصص الأنبياء قصص التابعين طيلة الوقت وأنت مشغولة بهم يلا نحفظ القرآن يلا نراجع يلا ندرس الحمد لله تم القبض على هذه المجرمة واعترفت أنها أرادت أن تنتقم من هذه الأسرة وأنها أخذت وقتا حتى استطاعت أن تقنع هذه الفتاة بأن تفعل جريمتها والبنت وصلت لمرحلة من الرعب أنها لو أمرتها بقتل نفسها ستفعل هذا الشيء فالمجرمين كثر والمجرمين في كل مكان فاسأل الله العفو والعافية واسأله أن يديم عليك سترة وعافية وحفظ أبنائك واعلم أن أولادك عندك أمانة فعلى ما تضيعهم أمام الأجهزة على ما تضيع أبنائك أمام الأجهزة ابني يبكي إذا أخذت منها العباد يبكي حتى يشبع شوف كم عندنا حيطان في البيت عندنا عشر حيطان اختار الحيط اللي يعجبك ودق راسك فيه ستقولي أوه أنت قاسية يا أستاذة أنت يعني الأولاد سيبكون الأولاد لا بد أن يعني يستمتعوا بطفولتهم بل هذا اسمه ضياع للأبناء أنني أمكن ولد الهاتف أو الأيباد ثلاث أربع ساعات في اليوم اتق الله والله أنك محاسبة وأن الله سيسألك عن هذه الرعية كيف رعيتها وكيف ربيتها أسأل الله أن يحفظهم وأسأل الله أن يبعد عننا وعنكم كل الأشرار والمجرمين وأن يحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته وأن يعيننا على أن نربي أبناءنا التربية الصالحة التي ترضي الله عننا والتي نخرج بها أولادا صالحين ينفعون دينهم وينفعون غيرهم من المسلمين هذا والله أعلم وأحلم وأكرم والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم